اشتركوا في القناة اقول لكم صباح الخير المنافسة اشتدت انتهى وقت التصويت حسمة المراكز باذن الله في الحفل النهائي راح نقول لاصحاب المراكز الاولى الف الف مليون تريليون مبروك وباذن الله كل المتسابقين فايزن بهذه المراكز ولكن الاجمل في هذه النسخة انها كانت من اجمل واصعب النسخ لك انت تخيل عزيز المشاهد عزيز المتابع عزيز المحب انه ما احد قدر يجزم منهم اصحاب المراكز الاولى سواء في تاج البزنس او حتى في المركز الاول والثاني والثالث شاركونا عبر هاشتاق البرنامج اكيد توقعاتكم للمراكز ونحن نكون معاكم على الهواء مباشرة الى ابتداء الحفل راح نستضيف المتسابقين المقدمين الضيوف ولكن اكيد نبدأ بالعزيز والعنيق سالم بالحزام مساء الخير مساء الخير ومساء جميل ان شاء الله يحمل معها مفاجآت كبيرة في حفل نزعم انه من افخم الاحتفالات لبرامج الواقع الواقع والى الان وحتى الان لم يتحدد الاول ولا الثاني ولا الثالث ما زالت الامور سرية وحتى توقعات فيها تباين ولذلك بيكون التوتر حاضر في المسرح قصة برنامج البزنس كما هي قصة الحياة قصة مبسطة بداية ثم مغامرة ثم بالتأكيد نهاية هي قصة عشناها بكامل تفاصيلها لكن الاكيد والمتأكدين منه انحنوا اياكم استمتعنا وكسبنا امور كبيرة واستفدنا شكرا لكم جميعا وابقوا معنا لكي تدور العجلة من جديد صباح الخير علي الغامدي صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين صباح متعودة صباح مساء او مساء الخير احنا متعودين دائما اساعة طنع عشنا دائما احنا اخر الليالي لكن اليوم احنا في اول ليل ونقول ان شاء الله في مقدمة ابتداء بث الحفل وختام البزنس 2 الف مبروك مقدما لمن سيتوج بمركز الاول من سيتوج بالنجم الجمهور في تاج البيزنس يتوج في برضو كذلك في نجم الريالتي واستكار الجمهور الف مبروك الجميع اليوم احتفالية للجميع الجميع سيكون سعيد بالخروج حتى وان كان لم يتوج زي ما ذكره بحزام بيكون لك قصة فيها عقدة فيها نهاية فيها ابتداء كل هذه الاشياء تتكون فيها برامج الواقع الف مبروك نجاح البزنس 2 الف مبروك الجمهور الف مبروك المشاهدين المتسابقين لمن حضر للجميع كلهم وفقهم الله ان شاء الله يا رب وباذن الله القادم اجمل يا حبيبي صباح الخير مساء الخير عادر حافظ هذا الفليش طبيعي جدا تقول صباح الخير خصوصا انت يا تركي قل لي ليش ليش الشمس مشرقها من وجهك يا عمي يا رجي اصبح بالخير او مسي بالخير عليك تركي ومسي بالخير على سالة ابن حزام وعلى الجميل جدا علي الغامدي في ليلة يعني بالنسبة لي بالنسبة لي هي ليلة خالدة لعدة اسباب اول سبب ان نحنا اليوم نحتفل بختام هذا البرنامج اللي عشناه بكافة تفاصيله بحلوة ومره اليوم الشباب في المتسابقين المقدمين الطاقم الاداري الطاقم الفني مجلس الادارة كذلك الاخوان الفنيين راح يشوفون ثمرت تعبهم كيف اليوم راح يحصدونها على الاستيج النهائي كذلك الجمهور اللي هم دائما يعني كانوا ولازالوا وسيبقون معنا مع قناة الواقع شركاء نجاح وداعمين لنا دائما وابدا لكن اليوم اعتقد ان المساء مختلف لان اليوم المساء لا يتعلق بالمشاهدين لا يتعلق بالمتسابقين انما يتعلق كذلك بضيوفنا ما شاء الله تبارك الله اليوم يعني من ساعات المساء الاولى توافد كبير جدا لحفل ختام البزنس كذلك على صعيد تاق البرنامج اللي هو ختام البزنس تبارك الرحمن اليوم نشوف تفاعل كبير جدا يعني تجاوزنا تقريبا ربع مليون تغريدة قبل ساعة فتفاعل جميل جدا يوحي الينا ان شاء الله بانها ليلة سوف تكون خالدة اكيد باذن الله هذه الليلة راح تكون ليلة استثنائية وتذكروا هذه النسخة في ختام البزنس اثنين اليوم مختلف بكل تفاصيل اذكرنا انه هذه النسخة حصلت على اولويات كثيرة منها تاج البزنس منها فقرة بدون تحيز منها اليوم حتى الاطلالة اللي راح تكون مختلفة شكرا لكل من سعى شكرا لكل من عمل في هذا البرنامج ولكن جمهورنا اللي يكون حق علينا اليوم الحلقة منكم ولكم شاركونا اراكم توقعاتكم عبر هاشتاق البرنامج وانشاء الله راح نتشارك فيها انه والزملاء علي الغامدي وعادل بنهيف في التغريدات وسالم اكيد بنحزام سالم اليوم ما شاء الله توافد يعني كبير من الجمهور توافد الاهالي المنافسة مشتدة حتى لو يعني في الفترات الاخيرة شفنا تصدر وليد البحيح في المركز الاول وشفنا تصدر محمد سراج في نجم الجمهور كان هذا هو اخر تحديث ولكن هل هذا الامر سيتم وسيكتمل حتى نهاية البرنامج ويتوجون او هناك من دخل من الباب الكبير وسيقلب الطاولة بمن عليها التنافس بين عشرة اسامي في تاج البزنس وعشرة اسامي في المراكز الاولى في بدون تحيز ما راح اسألكم من تتوقعون ولكن صعوبة اكيد كبيرة اليوم سالم بنحزام في تحديد المراكز المنافس